اعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث سنوي مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة الكيمياء على منصتكم منصة البس المباشر وان شاء الله النهاردة مع بعض هنبدأ نتكلم عن ترس خواص الحديد. النهاردة مع بعض هنبدأ ندرس الحديد من جهة خواص فيزيائية وخواص اميائية. اولا خواص الحديد لما اجي اتكلم على الحديد طبعا عنصر هشلين ليس له استخدامات في الحالة النقية عشان كده منقول بيعتمد خواصه على مدى نقائه على طبيعة الشوائب اللي موجودة فيه. يمكن انتاج عدد هائل من انواع الصلب والسبائك. احنا خدنا امثلة الحسة السابقة وان احنا ممكن مع الحديد نبدأ نكون مجموعة من السبائك وبين ثلاثة انواع اذا كانت بينية زي الحديد والسلب. اذا كانت استبدالية حديد وكروم فيه الصلب الذي لا يصدق او حديد ونيكل في حفظ الاحماض. وايضا خدنا في البنفلزية. تمام? في سبيكة السمنطايت. طيب. لو انا جيت قلت الحديد النقي ليس له استخدامات صناعية. فهو عنصر لين نسبيا. اذا انا عندي عنصرين ليس لهم استخدامات في الحالة النقية. حديد ومنجنيز. يسهل تشكيله. زي زي ايفلز. قابل للسحب والترك والتشكيل. له بريق ولا معان معدني. له خواص مغناطسية ودي نقدر نقول لوجود الكترونات مفردة في المستوى الفرعي دي. ينصهر عند الف خمسمية تمانية وتلاتين درجة انصهاره. وهنا اسأل سؤال واقول لك. علل. درجة انصهار الحديد الف خمسمية تمانية وتلاتين. علل. درجة انصهار الحديد مرتفعة. بسبب قوة الرابطة الفلزية. نتيجة لاشتراك الكترونات الفرعي دي. يبا. لما اجا اقول. علل. هقول بسبب قوة الرابطة الفلزية نتيجة لاشتراك الكترونات الفرعي دي في هذه الرابطة. فبتخليني درجة انصهار عالية جدا. كسافة الحديد سبعة وسبعة وتمانين من مية جرام على سنتيمتر مكعب. واحنا اتفقنا وقلنا ان الكسافة تزداد من اليسار لليمين بتدرج واضح. الخواص الكيميائية. وهنا بقى كده مع بعض نقول ايه هي الخواص الكيميائية. اول خاصية. يختلف الحديد عما يسبقه من عناصر السلسطة الاولى. يشز الحديد عما يسبقه. في ايه? في انه يعطي حالة اكسود تدل على خروج جميع الكترونات الاس والدي. يبا بخلاف العناصر بتسبقه. كان انا عندي السكنديوم بيفقد التلاتة الكترونات تاني ممكن يفقد الاربعة والدي موجة باربعة. لغاية المنجنيز ممكن يفقد موجة بسبعة. اعلى حالة اكسود. اما الحديد لا. بسبب قوة الشحنة الفعالة النواية بتزيد فيصعب فقد الكترونات جديدة. حالات اكسود الاكتر من ثلاثة ليس له اهمية. ليست ذات اهمية. طبعا موجة اتنين خروج الكترونات من الفور اس. ثم موجة بثلاثة يخرج كمان الكترون من السردين. وتعتبر حالة السبات في الحديد موجة بثلاثة. وهنا كده مع بعض عايزين نبدأ كده ونقول خواص الحديد. لو حبينا نلخص خواص الحديد هنقول ان انا عندي اول حاجة الحديد يتفاعل مع الاكسجين. اذا يحدث له اكسادة. ويعطي اف اي سري او فور. وهو اكسيد حديد مختلط. اكسيد حديد مركب. اكسيد حديد مغناطيسي. خي. نوزن يلا المعادلة. هنا اتنين. تلاتة حديد نحط هنا تلاتة. حال فزيئة. صولد. جاز. صولد. طيب. لما اجا اقول دلوقتي. حصل له اكسادة. ما اقدرش اقول ان الاكسادة دي اكسادة تمة. لان. اف اي سي او فور. لو اتيحت لي الفرصة مرة اخرى. مع الاكسجين. في وجود حرارة. فهنلاحظ ان هو. حيروح مديني. اف اي. تو او سري. اللي هو اكسيد حديد. ثلاثي. وهنا. عايزين ناخد اللفظ دي مهم. وهو عبارة عن اكسادة غير تامة. ما وصلتش لاعلى نقطة. لو وصلت للاخر يبقى اكسادة مالها تامة. بناخد بالنا كويس جدا. اكسادة غير تامة. ثم اكسادة تامة. طيب. لو انا جد دلوقتي قلت. ان الحديد مع بخار المية. عند درجة حرارة خمسمية وهي درجة احمرار الحديد. حيدين على طول نفس الناتج اكسادة غير تامة. زائد غاز الهايدروجين. زائد غاز الايه? الهايدروجين. طيب. اجي اوزن المعادلة كده مع بعض. احط هنا ثلاثة. اربعة. اربعة. ونحط هنا اربعة. الحل الفيزيائية. سولد. فيبر. تسخدنا خمسمية. تبخرت من فوق المية. جاز. يبقى اول خطوة عندنا هي. هعمل اكسادة للحديد اكسادة غير تامة. هتعطي. تمام. اكسادة حديد مغناطيسي. اكسادة الحديد مراكب مختلط. ثم هتعطي عندي مين? غاز الهايدروجين. طيب. يجي كده حبيبي. وزق تاني وصح صح معي. انا لو جبت الحديد. ورحت امفعله مع الكابريد. ايس. هيعطي عندنا اف اي اس. كابريتيد الحديد السنائش. طيب. موزونة. صولد. 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 وهنا هايز اسأل السؤال. هي اعطت اكسيد كابريتيد حديد سنائي. اقدر اقول اعلل عند فعل الحديد مع الكابريد يعطي كابريتيد حديد سنائي. ولا يعطي كابريتيد حديد سلاسي. بكل بساطة خالص كده. هيعطي سنائي لان في حد اكسيده. عامل مؤكسد. يبقى اقول لان الكابريت عامل مؤكسد. طيب ما ده السلاسي ليه? لانه عامل مؤكسد ماله ضعيف. لو لقيت عامل مؤكسد قوي كانت طلعت على السلاسي على طول. زي مين? زي الكلور. ايضا من الاف للزات. لو احنا فعلنا الحديد. مع غاز الكولور. وجود حرارة? هيدي ايه في ايه? سي ال سري. كولوريد حديد سلاسي. نوزل معادلة? هنا اتنين وهنا تلاتة. يبقى هنروح حاطين تلاتة على اتنين. طيب. حوزن المعادلة. هروح حاطة هنا اتنين. هشيل اتنين. وحط هنا اتنين. الحال الفيزيائية? صلد الحديد الكولور غاز زي ما ضربنا كده في الحصة اللي فاتت. ازا اكتب الحال الفيزيائية? صلد. علل. انت فعل الحديد مع الكولور تعطي كولوريد حديد سلاسي. لات انا عندي عامل مؤكسد قوي. وهو الكولور. هقول كده. لان العامل مؤكسد قوي يحول مين الى مين? يحول السنائي الى سلاسي. ازا ادي اول جزء عندنا هو تفاعل الحديد مع مين? مع الاكسجين وبخار مية اكسيدة غير تمة. مع اللافل الزات زي الكابريت والكولور. ممكن نعطي سنائي. ممكن نعطي سلاسي. طيب. نشوف كده مع الجزء. دي مع بعض. تأثير الهوى او الاكسجين. يتفاعل حديد المسخن لدرجة الاحمرار مع الهواء او الاكسجين ويتكون اكسيد حديد مغناطيسي. اكسيد حديد مركب. حديد مع الاكسجين. هيعطي اف اي سري او فور. وزلنا المعادلة. والحالة الفزيائية. طيب. لو فعلنا الحديد مع بخار المية. عن درجة حرارة خمسمية درجة مقوية. على طولها يدينا اف اي سري او فور زائد غاز الهيدروجين. يبقى احنا كده. عملنا اكسيدة تمام غير تامة. طيب. لما نيجي نفعل مع اللافل الزيت. اولا مع الكلور. هيتكون كود حديد سلاسي. لان الكلور عامل مؤكسد قوي. يؤكسد السنائي الى سلاسي. حديد زائد الكلور. هدين اف اي سي ال سري. طيب. علل. عين تفاول الحديد مع كلور يعطي كود حديد سلاسي. لان الكلور عامل مؤكسد قوي. يحول السنائي الى سلاسي. شوال لبعضه. الحديد مع الكابريت. حديد حديد سنائي. وهنا قلنا من شوية. علل ليه مداش سلاسي. لان الكابريت عامل مؤكسد ضعيف. او هتقول لي عامل مختازل. لانه اصلا نحول الحديد من صفر لمجاب اتنين. طيب. احنا كده اخدنا مع بعض اول اربع تفاعلات. نكمل كمان بقى الاربع تفاعلات تانية. هناخد مع الاحماض. وهناخد الحديد مع حمض مخفف من الاتش سي ال. الحديد في لز. اتش سي ال حمض. يحل الحديد محل هيدروجين الحمض. ويعطي اف اي سي ال لتو. هو المفروض انه يروح للاكسر استقرار. اللي هو الحديد سلاسي. ولكن انا عندي معوق هنا. عندي عامل مختازل. مين هو? الهيدروجين اللي طلع. فلو فيه جزء تحول الى سلاسي يرجع الهيدروجين يرجعه تاني الى سنائي. يبقى عند تفاعل حديد مع حمض الهيدروكلوريك يعطي قيد حديد سنائي وغاز الهيدروجين. لان الهيدروجين عامل مختازل يحول السلاسي الى سنائي. حال فزيئية سولد. حمض مخفف اتفاقنا بنكتبها اقوص. ملح دايب في المية والحمض وهنا جاز. طيب يا ميستر انت كده كتبتلي معادلة مع حمض الهيدروجين. طيب ممكن مع حمض الهيدش تو. ايس او فور. كلام جميل. ضيل. هيدي نفس الناتج. افي اي ايس او فور بلاس غاز الهيدروجين. لانه مخفف. ومعادلة موزونة وهنكتب نفس الحالة الفيزيائية. يبقى مهم جدا. اخد بالي ان دي التفاعل مع الاحماد جميل المخففة. طيب تيجي ندخل مع بعض. الاحماد المركزة. اولا. لو انا جبت الحديد مع حمض الكابريتيك. فهو حمض الكابريتيك المركز الساخن عامل مؤكسد قوي. طيب وايه يعني انما يكونوا عامل مؤكسد قوي? هيحول لي الحديد الى اكسيد حديد جميل مغناطيسي. اكسيد حديد مركب. اكسيد حديد مختلط. طب وايه الفكرة برضو? اكسيد الحديد المختلط. لما يرجع يدفع المرة اخرى. مع الاشتو اسو فور فهيعطي مختلط. اف اي اس او فور. زائد اف اي تو اس او فور باي سري. يبا هيعطي. تمام. كابلة الحديد هنا ايه? كابلة حديد سلاسي. طب وايه كمان? هيدينا اس او تو زائد اتش تو او. انا سامع كده. روان بتقول. هو ازاي ازاي الشوية الصغيرين دول ادوا كمية كبيرة? هقول لا ما احنا لسه هنوزن. ثلاثة تمانية. يبا هنقول هنا كده اربعة تمانية. يبا ناخد بالنا كويس جدا. لو جينا نعد بقى عدد الزرات والجزئات وعدد المولاد هنلقي متساوي على طرفي المعادلة. يبا دي كده بالناسبة ليه? معادلة تفاعل الحديد المركز الساخن. طيب. نيجي كده مع بعض معادلة مهمة جدا كمان. وهي الحديد مع حمض النيتريك اتش ان او سري. كونك حرارة. اولا الحديد مع حمض النيتريك هيكون بسرعة طبقة من الاكسيد غير مسامية. ليه اصل حمض النيتريك عامل مؤكسد قوي? هيكسد لي طبقة الحديد بسرعة. هيكون طبقة. الطبقة دي حجم جزئتها اكبر من حجم الزرات العنصر نفسه. فتوقف التفاعل. اوعى تقول لنور اكشن. من هتقول ايه? هتقول ظاهرة الخمول الكيميائي. طيب انا هقول هنا ظاهرة الخمول الايه? الكيميائي. طيب بظاهرة الخمول الكيميائي. هي ظاهرة تكون طبقة غير مسامية من حجم جزئاتها اكبر من حجم الزرات العنصر نفسه. فتمنع او توقف التفاعل. طيب انا كده في حمد الحديد هيعمل لي خمول مع حمد الناتريك المركز الساخن. مع الاحماض. اولا مع الاحماض. هاروح قيل كده. يزوب الحديد مع الاحماض المخففة ويتصاعد غاز الهيدروجين. وغاز الهيدروجين عامل مختازل. هيختزلها. يبقى الحديد مع الزيل مخفف. حيعطي حديد. تمام? زائد غاز الهيدروجين. يبقى انا عندي هنا مع الاحماض المخففة. هيعطي ملح سنائي زائد غاز الهيدروجين. علل. ليه اعطت ملح سنائي? لان الهيدروجين عامل مختازل. يحول السلاسي الى سنائي. كده انا النهاردة خدت ثلاث عوامل في الجزئية دي. قلت الكابريت عامل مؤكسة ضعيف. عشان كده اعطى سنائي. قلنا القولورة عامل مؤكسة قوي. عشان اعطى سلاسي. قلنا الهيدروجين عامل مختازل هيختزل حديد السلاسي اللي هيطلع الى حديد سنائي. مع الاحماض المخففة زي حمضة كابريتيك. هتعطي شتوق السوفور. اف في السوفور زائد الهيدروجين. لاحز كده معي. انا كتبتها هنا ايه? اقوص. ليه كتبناها اقوص? عشان مخفف ضيل. ودايبة في حمض. مع الاحماض المراكزة. انا لسه ايه دلوقتي ان هو هيعطي سنائي وسلاسي ومية واس اوتو. يبقى حديد مع حمض الكابريتيك المراكز الساخن. هيدينا كابريتيك حديد سنائي وسلاسي ومية واس اوتو. طيب لما بجوز معادلة تفاعل اسمها ثلاثة تمانية اربعة تمانية. وهنا الحديد هيتفاعل معي. لو جينا نسأل ونقول. علل. ليه او ما هو المركب الوسطي الذي يتكون عند تفاعل الحديد مع حمض الكابريتيك المراكز الساخن. هيتكون مراكزة وسطي في النص. الاولة مستر. هو يعني ايه كلمة مركب وسطي. مركب وسطي هو عبارة عن مركب يتكون سريعا بس ما بيستقرش عند التفاعل. ويبدأ التفاعل يمشي بسرعة على طول. يبقى دي كده مهم جدا ناخد بالنا من الحتة دي. يبقى يتوقف التفاعل ويبدأ يستمر. طيب هو مش هيتوقف عنده. اللي هو مركب وسطي اللي هو اكسيد الحديد المغناطيسي. ليه? لان حمض الكابريتيك المركز بيبدأ مع الحديد. يا اكسيد الحديد اللي هو اكسيد الحديد المغناطيسي اللي هو اكسيد المركب مختلط. اكسيد الحديد المغناطيسي المركب المختلط يعمل ايه بقى في الحالة ديات? يبدأ يدفع المرة تانية. طيب انا قلت ان هو مختلط خليط من السناء والسلاسي. اخر جزئية هنا في التفاعلات بالنسبة لي الحديد وهي تفاعل مع حمض الناتريك المركز الساخن. حمض الناتريك المركز الساخن بيبدأ يكون طبقة غير مسامية من اكسيد الفلز. مالها تحمي من استمرار التفاعل. هنسميها ظاهرة الخمول الكيميائي. يبقى عندي كلمة خمول كيميائي تكون. طبقة غير مسامية من اكسيد الفلز. حجم جزئاتها اكبر من حجم زرات العنصر نفسه. تمام توقف التفاعل. انا سمعت الكلام دي مرة قبل كده فين? سمعته مرة ميستر مع الكروم في عندي فين الكروم? مع الهواء الجوي. هيبدأ طبقة من اكسيد. قلنا ساعتها عنصر على درجة عليها من نشاط الكيميائي. ولكنه يقوم فعل العوامل الجوية. يلا معي كده يا احمد. مين العناصر دلوقتي? اللي هي بتكون خمول كيميائي الكرومة على الهواء? قلنا الحديد دلوقتي مع حامد الناتريك المركز الساخن. طيب. اقدر اشيلها باسلوب من الاسلوبين. يا اما عن طريق عملية الحك ودي كده خلي بالنا ان هي دي طريقة فيزيائية. انا ما دخلتش يا ابو عماد هنا خالص فيها. والطريقة التانية كيميائية ان انا هبدأ اشيلها عن طريق ازابتها في الاحماض المخففة. زي حمد الهيدروكلوريك المخفف. يبقى عندي فيزيائي او كيميائي. اذا تعريف ظاهرة الخمول الكميائي هي ظاهرة تكون طبقة غير مسامية من اوكسيد الفلز. حجم جزئاتها اكبر من حجم زرات العنصر نفسه تحميه من الصمرة التفاعل. وهنا عايز اسأل سؤال بسيط. لو حبينا كده يكون في سؤال اختيار ويقول لي الحديد مع حمد النيتريك المركز الساخن. ينفع اقول لا يحدث تفاعل? لا ما ينفعش. لانه يحدث تفاعل ويتوقف سريعا. طب ليه بيتوقف سريعا? بسبب تكون طبقة من الاكسيد الحط تحت الكلمة الجاية دي كم خط غير مسامية. توقف او تمنع استمرار التفاعل. اما هو في البداية لا فيه تفاعل. طيب. يلا كده سؤال? منتظر اجاباتكم يلا على الشات. كيف تفرق بينا? حمد الكابريتيك المخفف وحمد الكابريتيك المركز. اه مستر? حمد الكابريتيك المخفف والمركز اللي اتنين ممكن يتفعله مع الحديد. يعني الحديد هيدوب في الاتنين. ايوة صح? بس لما بجيب الحديد. مع حمد الكابريتيك المخفف اتش تو اس او فور. ضيلة. بيدينا اف اي اس او فور زائد غاز الهيدروجين يشتعل بفرقاء. اذا اذا وضعنا قطعة حديد وتصعد غاز يشتعل بفرقاء يكون الحمد مخفف. طيب. لو انا جبت الحديد مع الاتش تو اس او فور. المركز الساخن. هيدينا اف اي اس او فور. زائد اف اي تو اس او فور. بي سري. زائد اتش تو او. زائد اس او تو. تلاتة تمانية. حفزناها هوت. غاز اس او تو. زور احانة فازة. يخضر ورقة مبللة. بثاني كرومات البوتاسيوم المحمدة. بحمد الكابريتيك. يعني انا دلوقتي لو طلع غز عدم اللون. ولكن زور احانة فازة. طب وعايز اتاكد. هنقرب عليه ورقة مبللة بثاني كرومات البوتاسيوم. هيتاكسدها وتتحول الى مين? جميل. الى اللون الاخضر لان انا اختزل ثاني كرومات البوتاسيوم. يخضر ورقة مبللة بثاني كرومات البوتاسيوم المحمدة بحمد الكابريتيك المركز. طيب. يبقى ممكن نفرم بالاتنين باستخدام قطعة حديد. يلا معي نبدأ الاسئلة زي ما احنا متعودين كل حسة. يمكن نقل نقط في انابيب مصنوعة من الحديد. يبقى ممكن انقل ايه? اتش سي ال? لا تهيتفاعل. هو ده صعد غزة هيدورجيلي اشتعل بفرقاع. ما ينفعش يا ماستر. طيب. اتش ان او سري اقوس? لا ما ينفعش. لان حمد الناتريك المخفف برضو ما ينفعش. اتش ان او سري. يعني مركز ايوة هو ده. مركز ليه? لان حمد الناتريك المركز هيعمل لي ظاهرة الخمول الكيميائي. يبقى اذا مهم جدا عندي طبقة غير مسامية من الاكسيد. السؤال الثاني. الحمد الذي لا يمكنه ازابة الحديد هو نقاط يروان. هل حمد الكابريتيك المركز? المخفف? هيدروكلوريك مخفف? الناتريك مركز. نفس فكرة السؤال بس المرضي بدل ما استخدم. نصح صح شوية. بدل ما استخدم الرموز انا استخدمت المركب نفسه. يبقى اذا الحمد الذي لا يمكنه ازابة الحديد الذي يكون طبقة غير مسامية من اكسيد الفليز هو حمد الناتريك المراكز. صح صح شوية. وليس حمد الهيدروكلوريك. اذا الاجابة. ناخد بالنا كويس جدا. من? مين يحدث التفاعل? مين يتوقف التفاعل سريعا? السؤال التالي. بتفاعل برادة حديد ساخنة مع غز الكلور وازابة الملح الناتج في الماء. يتلون المحلول بلون نقط. نمشي واحدة واحدة كده ما بات? هو بقول لي ايه هنا? برادة حديد مع غز الكلور. هيعطي ايه في اي سي ال سري. نوزن المعادلة هنا تلاتة وهنا اتنين يبقى تلاتة على اتنين. اضرب المعادلة كلها في اتنين واطير. الاف اي سي ال سري لو انا دوبته في المية. هيدي ملح كولوريدي الحديد السلاسي? زل لون الاصفر. اما ملح الحديد السنائي هو اللون الايه? الاخضر. ممتاز. السؤال التالي. يمكن ازالة خام. خمول الحديد باستخدام. هل انا هستخدم وشي الخمول الحديد بالحكي كيميائي? اه هو الحكي صح. بس مش كيميائي. لان عملتي الاحتكاك عملية خارجية. وكلمة كيميائي يعني غير التركيب. اذا الحكي كيميائي ما تنفعش. حمد الهيدروكلوريك ما هوش فيزيائي. ده كيميائي. يبقى ازالة فيزيائيا. سؤال التالي. بامرار غاز كلوريد الهيدروجين الجاف. اتشي سي ال. خلي بالك كده معي. ناخد بالنا كويس. لما بيدخل اتشي سي ال اقوص. نسميه حمد الهيدروكلوريك. طيب. على الحديد الساخن هيتكون ايه? الحديد مع ال اتشي سي ال. يطرد الهيدروجين. ويعطي اف اي سي ال تو زائد غاز الهيدروجين. هل غاز يعكر ماء الجير? انت دوك هساني اكسيد الكربون. طبعا هو غاز الهيدروجين. يفقد الحديد بريقه ولا معانه. عند تسخينه في الهواء. للاحمرار بسبب. اختزاله لاكسيد حديد مغناطيسي. اولا الحديد ما يختزلش. ليه? اصله وجميع الفلزات في الحالة العنصرية يحدث لها اكسادة. ما ينفعش يحصل لها اختزال. ايه. تاكسوده لاكسيد حديد اسود اللون. ربعا لما اجي سخنه ضجة الحمرار بيدينا اكسيد حديد الايه? مغناطيسي. واكسيد حديد المغناطيسي. زل لون الاسود. طيب يعني كده مع بعض حبيبي. احنا قدرنا دلوقتي. نتكلم النهاردة عن خواص الحديد. وقسمنا خواص الحديد زي ما احنا شايفين خواص فيزيائية وخواص كميائية. اتكلمنا مع بعض. في الخواص الكميائية عن تفاعله مع الاكسوجين وبخار المية. عايز كده حد من حبيبي يفكرني. تفاعل مع الاكسوجين وبخار مية. كنا بنسمي التفاعل. اكسادة ايه? هل اكسادة جزئية ولا غير جزئية تامة ولا غير تامة? مع الاكسوجين? مع بخار المية? لا. هنقف عاكسادة غير تامة. وهنا عايز اسأل سؤالين وركز معي قوي كويس جدا في الصيغة السؤالين. السؤال اول. لما اجي اقول لك ما الناتج النهائي لتفاعل الحديد مع وفرة من الاكسوجين عند درجة حرارة 500 او احتراق. هقول بكل بساطة خالص كده. الناتج النهائي لتفاعل الحديد. الحديد مع الاكسوجين هيعطي في وجود حرارة اف اي سري او فور. بس استنى. قبل ما تكمل وتقول ايه اللي هيحصل او هنقف تانك عندي هنا. هروح قايل اني ممكن مرة تانية يتفاعل مع الاكسوجين ويعطي اف اي او فور. اذا كلمة وفرة عايزك تحط تحتها خط وتقول لي كده في ملاحظاتك دون ان الوفرة كمية يمكن ان تتفاعل مع المتفاعلات عشان موجودة بكسرة. يبقى كلمة وفرة امكانية تفاعل الناتج مع المتفاعلات الوفرة بك مرة اخرى. اذا الناتج النائي هيعطي اف اي تو او سري او الحديد السلاسي. وهنا في الحالة دي هيكون اكسادة تامة لو في وفرة من الاكسوجين يا روان. اما اكسادة غير تامة لو قال لي واقفنا عنده. اتكلمنا مع بعض حبيبي عن معدتين مهمين جدا. تفاعل الحديد مرة مع الكابريت ومرة مع الكابريت كانت بتعطي السنائي لانه عامل مؤكسة ضعيف. اما مع الكابريت عامل مؤكسة قوي يحول السنائي الى سلاسي. يبقى دي مهم جدا اخد بالي من التفاعلات. طيب لو انا جد الوقتي وفعلته مع الاحماض حيفرق الناتج. هل هي احماض مخففة ام احماض مركزة? اذا كانت احماض مخففة فيتصاعد غاز الهايدروجين ماله يشتعل بفرقعة. لو كانت مركزة هيتصاعد غاز لانه هيكون خليط من السنائي والسلاسي مع حمد الكابريتيك. اما مع حمد الناتريك لا. خمول كيميائي. طيب انا في حتة مهمة جدا عايزك تدونها معي في الكاشكول وناخد بالنا منها. عشان هنستخدمها كتير. الهايدروجين والاكسوجين وساني اكسيد الكربون غازات من زمان كده واحنا عارفين بنكشف عنهم بس عايز نفتكرهم مع بعض. الهايدروجين يلا يشتعل بفرقعة. الاكسوجين يساعد على الاشتعال. اما ساني اكسيد الكربون فغاز يعكر ما اجير رائق. ثلاث غازات حيتكرروا معنا كتير جدا. المنهج يبقى لازم اعرف طريقة الكشف عن كل واحد من الغازات الموجودة. وبكده حبيبي بنكون وصلنا الى نهاية حلقتنا اليوم. اتمنى نكون قدرنا نفهم يعني ايه خواص الحديد ونبدأ نحل مع بعض. عايزين نتدرب على كم كبير من الاسئلة. عندك كتاب الوزارة وكتاب ملخص حل الاسئلة اللي فيه. اي اسئلة منتظرها ان شاء الله في التعليقات. كان معكم مستر مينة عاطية مع قطيب تمانية بالتفوق منصة البس المباشر قدر العامة للمحتوى التعليمي.